أعزائي مجموعة جيدة من بطاريات الليثيوم ودرسنا لهذا اليوم بالهواء للمبتدئين كيف نحسب الولتيات والتيارات بربط التوالي وربط التوالي وكذلك حساب القدرة النهائية ومع إنها بصورة تقريبية للهواء ولكن النتائج حقيقية ومتوافقة مع الواقع أعزائي يمكنكم الحصول على هكذا كمية فقد حصلت عليها من بطاريات أجهزة محمول عاطلة الكمبيوتر وأقصد البطارية عاطلة وليس الجهاز ومن مصابيح شحن عاطلة ومن بطاريات دليلات عاطلة ومن أجهزة تكبير صوت عاطلة أعزائي أريد أن أصنع مخزن منذبي للطاقة الكهربائية وحيث إن هذه العاكسة تحمل على 12 فولت سوف أقوم بتشغيل مصباح على هذه العاكسة من خلال المخزن المندبي للطاقة الكهربائية وأحسب الوقت الذي سوف تعمل به المصابيح أو المصباح الواحد من خلال النظر المبسط وأقارنه بالتطبيق العملي بسبب أني أستخدم بطاريات مستعملة ومتنوعة ومختلفة المنشأ ومختلفة قليلا في فرق الجهد وفي السعة فإني سوف أستخدم في الحسابات أرقام تقريبية ولكن أعزائي سوف تكون النتائج قريبة جدا من الواقع واقعية فلا تهتم بها كثيرة وإذا كان لديك نوعية واحدة فيجب عليك استخدام الأرقام الحقيقية بالحسابات ويمكن معرفة الأرقام الحقيقية للمواصفات لأي بطارية ليس يوم بالفيديو الذي ظهر أمامكم سوف أفرم أن الوقتية كل بطارية 3.6 بورد وأفرم أن ساعة كل بطارية 2 أمبير ساعة وشرحي هذا للهواء والمبتدئين أعزائي وليس للذين يصممون منظومات متكاملة فيما بعد إن شاء الله سوف أقوم بالشرح للذين يريدون أن يتعلموا التصميم لمنظومات متكاملة وهذه هي البداية أعزائي والآن أعزائي سوف نتعلم ربط التوالي وما فائدة ربط التوالي انظر عزيزي إلى هذه البطارية هذا السالب وهذا الموجب والبطارية الأخرى هذا السالب وهذا الموجب والبطارية الأخرى هذا السالب وهذا الموجب هكذا أعزائي سالب وموجب سالب وموجب سالب وموجب وينتج لدينا سالب وموجب بعد لحامها طبعا وهذا هو ربط التوالي وسوف نأتي إلى لحامها لاحقا وفي هذا الفيديو الذي ظهر أمامكم طريقة بدائية في اللحام وسوف أشرح الطرق الحديثة لاحقا إن شاء الله وسوف تكون هذه الدروس عبارة عن سلسلة من الطفر وسوف نشمل كل شيء في بطاريات غليسيوم الآن أعزائي البولتية التي حصلت عليها هي مجموعة بولتيات هذه البطاريات وكما فرضناها 3.6 فإن 3.6 زائد 3.6 زائد 3.6 يساوي 10.8 أعزائي صحيح أني أريدها 12 فولت ولكن لو أبصت بطارية أخرى لكان الناتج 14.4 والأفضل أن نستخدم 10.8 بولت على هذا الإنفيرتر إن لم يكن لديك أصعج بولت وتذكر إننا في الحسابات عند استخراج القدرة نستخدمها كما هي 10.8 وأعزائي في ربط التوالي الولتية تجمع ولكن التيار يبقى نفسه والسعة كذلك تبقى نفسها الآن لدينا مقدر 10.8 بولت في 2 أمبير ساعة الآن أعزائي سوف أضع نفس بطاريات أخرى بنفس الطريقة وقبل أن نكمل أعزائي لو كان لدينا بطاريتان هذا سالب وهذا موجب وهذا سالب وهذا موجب والسالب على الموجب تكون البولتية 3.6 زائد 3.6 ويساوي 7.2 والسعة تبقى نفسها 2 أمبير ساعة أما إذا أردنا أن نربطها على التوازي يوصل السالب مع السالب والموجب مع الموجب وتكون لدينا بطارية بنفس الفولتية 3.6 بولت ولكن الساعة سوف تكون 4 أمبير ساعة الساعة سوف تجمع فلذلك يا أعزائي لو قمت بإيصال هذا السالب مع هذا السالب وهذا الموجب مع هذا الموجب سوف تكون لدينا بطارية 10.8 بولت والساعة سوف تكون 4 أمبير ساعة وهذا هو ربط التوازي الساعة تجمع وكذلك سوف تستوئب تيار حمل مضاعف عن السابق والآن لدينا 10.8 بولت 6 أمبير ساعة وهكذا أعزائي كلما أضفت 3 بطاريات على التوازي مع المجموع على التوازي سوف تبقى قيمة الولتية نفسها وتزداد قيمة السعر بقدر السعر التي أضفتها والآن أعزائي 12 أمبير ساعة يعني نضرب 2 في 6 والولتية تبقى نفسها 10.8 بولت وأعزائي بعد أن تعلمنا ربط التوالي وربط التوالي يجب علينا أن نتعلم كيف نحسب الخدرة والقدرة مهمة جدا بالحسابات وكذلك أن نتعلمها أمر سهل جدا أن نضرب رقمين نضرب الولتية 10.8 في الساعة الساعة 11 أمبير ساعة وتكون النتيجة 129.6 واط ساعة أعزائي من خلال هذه القدرة نستطيع أن نحسب الزمن الذي يعمل به مصباح وولتيته مثلا 10.8 بولت أو نحسب الزمن الذي يعمل به مصباح آخر وولتيته مثلا 220 بولت من خلال عاكس 7 أو حساب أي حمل تريد أن تحسبه وفي الدرس القادم سوف نكمل كيف نحسب الزمن والتيارات إلى آخره بمعادلات سهلة وبسيطة جدا جدا وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس والسلام عليكم وآخوة الله